موسيقى على مساحة 20 ألف متر مربع شيدة متحف الدبابات في عمان وهو الأول من نوعه عربيا واحد من أكبر المتاحف التاريخية للدبابات ومن أكثرها تنوعا في العالم تضع الحرب أوزارها هناك في ساحات الوغى فيضم المتحف هنا بين جنباته ما تبقى من عتاد الدبابات ويستعرض تاريخها عبر سنوات موسيقى متحف الدبابات الملكي هو متحف وطني بمعايير دولية يضم في جنباته 15 قاعة مقسمة من الأقدم إلى الأحدث يحكي قصة الدبابة من منحين المنحة الوطني المحلي وتطور استخدام الدبابات في القوات المسلحة الأردنية والمنحة الإقليمي والدولي أيضا القاعة تضم 140 دبابة وألية عسكرية مجموعة المقتنيات الموجودة في المتحف هي جزء منها أردني والمجموعة الأخرى تم الحصول عليها من خلال التبادلات مع المتاحف العسكرية الدولية وأيضا هناك مجموعة من الدبابات تم إهدائها إلى متحف الدبابات المعافية موسيقى أمامنا هذه دبابة مارك ون هي أول دبابة استخدمت في الحرب العالمية الأولى من قبل قوات البريطانية وكان هدف من صناعتها هو اختراق الخنادق الألمانية التي كانت مشهورة بجودتها ومناعتها قاعة الكرامة تحكي عن دور الجيش العربي الأردني في الدفاع عن ثرى الأردن الغالي وتحتوي هذه القاعة على الأسلحة التي شاركت في هذه المعركة ومن أهمها دبابة بطن 47 بالإضافة إلى دبابة بطن 48 كما تحتوي على الغناء التي اغتنمها الجيش العربي الأردني من الجيش الإسرائيلي قاعة القدس وتحكي هذه القاعة عن دور الجيش العربي الأردني في الدفاع عن فلسطين معارك القدس الكبرى ومعارك اللطرون وباب الواد لنا شهين عمان آل ميادين